اشتركوا في القناة اننا سنخدع انه يكذب انها كذبة انه يكذب وهو ليس المسؤول عن الامتحان بل انا اقبضوا على ذلك المحتال محتال ماذا يعني هذا اذا من يكون ذاك الرجل اذا هو محتال من المسؤول الحقيقي هنا من المسؤول من المسؤول يبدو ان الجميع محبطون ذلك بسبب السباق تحت الارض الذي ارحقنا كلنا ايها الرجل هل تملك دليلا على ان ذلك سيدة محتال هذا هو اي رجل عجيب استطاع التغلب على هذا الوحش الغريب نعم لقد فهمت لا شك في ان هذه بداية الاختبار نعم لقد اراد قتلي ولكنني نجوت منه باعجوبة انه هادي يوحي بالاحترام يتكلم الكلام المعسول ليغرر بمن حوله يقتل اي انسان حتى الحيوان سيقتلكم كما حاول قتلي وقتل ذلك الوحش ماذا؟ دعونا نتأكد فهو يبدو قاتل حقيقي لا عجب فقدرته على الجري تحت الارض كانت تفوق قدراتنا جميعا لنتحقق حرب نفسية بعد ان جعلونا نبذل كل هذا الجهد المضني سيجعلونا جميعا نشعر بالاحباط وبذلك لن يكون في وسعنا فهم حقيقة الامور اسمع يا كورابيكا انه جزء من الاختبار اختبار؟ نعم احسنت يا جون جزء من الاختبار انت تفكر بطريقتي جون هل تستطيع ان تخبرني؟ فانت لديك حس فطري ليس تماما يا ريو بل انت كذلك ليس هناك ما يدل على انه متخف بشخصية مسؤول حسنا شكرا نستطيع ان نتحقق لو كان صيادا حقيقيا فلابد انه يملك شهادة صياد ماذا؟ شهادة صياد؟ الصياد وحده يستطيع اظهار شهادة الصياد هل هذا يعني انه صياد حقيقي؟ رائع لقد سرق البطاقة خدعني وسرق كل شيء لقد فهمت حسنا ان تملك البطاقة فهذا لا يدل على الشيء انني اصوب جيدا ماذا فعلت؟ هذه الطريقة اسرع ليس كذلك؟ يا الهي انظروا انه يكرر الشيء ذاته مع السيد مما لا شك فيه انك المسؤول هنا وهذا هو الدليل فالصياد الحقيقي يجب ان يكون قادرا على تفادي اي هجوم كهذه الضربة مثلا ساعدها مزحة ولكن اذا اذا تكرر مثل هذا الامر مع مسؤول الامتحان ثانية وتحت اي ضرف فسوف يعد هذا تمردا وسيطرد صاحبه بالتأكيد شيء مضحك الصياد الحقيقي لن يخدعه اي شخص في اي حال من الاحوال فذلك الرجل المحتال عندما قال ان بطاقته سرقت علمت انه يكذب علينا كما انني تحققت عندما حاول ذلك الرجل الذي يدعه سوكا ان يضرب المسؤول فتفاداه جون ما بك مأخوذ به ليس عليك ان تشعر بالحزن عليه ولكن الامر من وجهة نظرهم عادي وان يجازفوا وينتغنوا هكذا فهذه هي حياتهم المعتادة لا حزن لديهم هذه هي حياة ارض المستنقعات الاهم من هذا ان نغادر الى مكان الاختبار الثاني عدنا الى الجري ثانية ما هذا؟ هذا الوحل ينهك طاقتنا الضباب جون لنسرع الى المقدمة نعم سنقع في متاعب اذا ما اضعنا المسؤول لا يهم المهم ان نبقى بعيدين عن هيسوكا اسمع انه لن يتوقف عن قتل الاخرين يا جون سيستغل الضباب الكثيف ليقتل كأنك ستسألني كيف اعلم كل هذا انه الاحساس الاحساس؟ اجل فانا وهو من صنف واحد لا اظن انك ما من الصنف نفسه هذا لانني اتقن التمتيب فانا ماهر في التنكر حسنا ستدرك ذلك فيما بعد كورا بيكا يوريو قال كورا الافضل ان نكون في المقدمة مستحيل سيستغرق هذا وقتا طويلا عليك ان تفعل بطريقة او باخرى قلت لا استطيع ارأيت انه من النوع غير الموبال يا جون لقد اشتد الضباب اذا فعلت هذا يعني انني سافقد الشخص الذي امامي بالتأكيد من الخطر ان تفقده ولكن الاشد خطرا هو ان تعد برفقة ذلك الرجل هل يجب ان اسرع اكثر لا يمكن ان اتركه ورائه ما هذا لا تلمس انه تحلق يا اله ما هذا ما هذا ماذا يحدث هنا هاي انظروا لقد وصلت النجدة نجونا هيا انتظروا ما ذلك الصوت خضع احدهم هاي انظر لا ارى احدا وراءنا غير معقول كان هناك مئة على الاقل اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه كورا بيكا يوريو قون لست في وضع جيد حتى تفكر في الآخرين احذر هذا الضباب نعم قون ما عليك فعله هو أن تتمنى أن لا تسمع صراخهما وحسن هذا أنت؟ لماذا فعلت ذلك؟ أقوم بعمل الممتحن كنت أظن أنني سأبقى هادئا حتى موعد الاختبار الثاني لكنني مللت الآن سأجري لكم اختبارا ومن خلاله سأحكم وسأعلم ما إن كنتم مؤهلين لتكون صيادين حقيقيين أم لا تحكم أيها الجاهل الأحمق؟ انظر الضباب إذا ابتعدت عننا فمن المستحيل أن تجد المسؤول الذي يجري أمامنا وهذا يعني أنك ستخفق مثلنا يا أبله يا لواقاحتك أنا مثلكم سأقول لك الكلمة الأخيرة لا مستحيل عند ذكي مثلي يا أبله إنك مضحك مثلك يجب أن لا يكون صيادا سألقنك درسا فلا تتقدم للامتحان هيا جربوه بطاقتي ستتولى أمركم هل فهمتم؟ سيداتي وسادتي تابعوا الآن السيدة حيسوكا سيقدم لكم برنامجه المشوق استمتعوا به راقبوني اشتركوا في القناة أسلحتي في الحقيبة يوريو جون خبيل يا له من صبي أحمق لقد رجع لينقذ صديقه أجل أعترف بأنه أحمق سقط الجميع بقي منكم ثلاثة أشخاص فقط قاتل بمن سأبدأ بك أنت إنه قوي جدا لكنه يتردد كيف؟ القاتل عادة يمر بلحظة تردد قبل القتل وعلينا أن نستغل هذه اللحظة بذكاء استعد ولنبادره لجوم إنه لا مجال للتغلب عليه حتى لو تحركنا في وقت واحد لا مجال للمحاولة دعنا نحاول أولا يا قربيكا تذكر يوريو تملك الدافع القوية لتصبح صيادا أعلم أن المسألة صعبة لنفكر جيدا أحسنتم قرار جيد وسأنتظركم عشر ثوان واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة لنرى بمن سألعب أولا هم؟ أنت؟ هيا بدأ بي ألا تستسلم؟ أنت تحلم يا هذا لا أظن أن لدي تلك القدرة على احتمالك بعد كل الذي ذقته منك تبدو جيدا إنها النظرات الأخيرة التي تعبر عن الموت القادم وحب الحياة هذا مؤثر جدا لكن حانت نهايتك الآن الوداع يا للولد الطيب سنارة صيد إنه سلاح ممتع هل في إمكاني رؤيتها؟ ألا تسمح لي بها؟ حسنا أنت تقاتلني أنا فدعي الصبي هل عدت لتنقذ صديقك؟ أنت وفي حسنا لقد نجحت أقدر لك هذا الصنيع أيها الصغير شيء رائع أن يكون لك أصدقاء وتضحي من أجلهم حسنا سوف آتي حالا لا ياريا اطمئن فأنا لم أقتله لأنه نجح في الاختبار وما معنى هذا؟ دعيار يو أردن هيا إذا أردته أن يعود فاتبعني جون هل أنت بخير؟ من هنا؟ هل تشرح لي ذلك يا جون؟ يستخدم يوريو عطراً مميزاً يدلني فيه على أثره إنه يتبع الرائحة إذا سأخبرك نحن نتخذ الحيوانات الميتة على الأرض دليلاً لنا أظن أنها قتلت على يد هيسوكا بعد أن هاجمت لكن من الصعب معرفة خطة هيسوكا إنه شخص ماكر قد يتركنا الآن أحراراً لكي يتسلى بقتلنا فيما بعد لكن لا يمكننا أن نترك يوريو هلوناً؟ قال لي هيسوكا إنني نجحت وأن يوريو أيضاً اجتاز الاختبار ماذا قصد بذلك يا ترى؟ لقد قال إنه هو المسؤول عن الامتحان أي إنه كان يمتحننا بذلك هل فهمت الآن؟ يمتحننا؟ لكنني لاحظت أنه كان يحدق بي فقط لقد أدهشك أليس كذلك؟ بلى كثيراً وقد قال إن يوريو قد اجتاز الامتحان مع أنه قد أخفق أمامه يا كوربيكا قدرته على الحركة كبيرة ولديه طاقة غير عادية إنه متميز ولاسيما في القتال إنه يتفوق علينا كثيراً يا جون أجل المقاتل المحترف يدرك قوة الآخرين منذ اللحظة الأولى وذلك عند التحامه بهم في القتال فهو صاحب خبرة ودهاء ويملك كثيراً من المهارات وفي استطاعته مثلك ومثل يوريو أن يستبق وقوع الحدث فيتهيأ له أليس هذا صحيحاً يا جون؟ مثلي أنا؟ نعم لديه الحاسة نفسها لعله رأى أن قتلنا شيء مؤثر آسف يا جون هل قلت شيئاً أزعجك؟ لا، لكن كيلو قال الشيء نفسه قال أيضاً أنه يعتمد على غرائزه جون، هيسوكا لا يشبهك فهو على الأقل لا يملك تلك المؤهلات ليكون صياداً أمر عجيب جون؟ عندما أصبح هيسوكا قريباً مني شعرت بالخوف الشديد وأردت عندها أن أهرب لكنني لم أستطع أن أتحرك وظننت حينها أنها نهايتي وأنني سأموت في أي رحظة وعلى الرغم من جلدي لم أستطع كبح مشاعري تلك يا كورابيكا جون لقد حان الوقت إذن فقد أخفقوه يالا المسكين ذهب لينقذ صديقه فأفسد الأمر وأخفق في الامتحان كما تعلم جون النهاية أعزائي لقد أبليتم حسناً هنا حديقة بوسكا الوطنية حيث موقع الامتحان للمرحلة الثانية أخيراً وصلنا في الوقت المحدد أين يوريو وهيسوكا؟ يوريو ترى ماذا حدث لي؟ يوريو هناك جرح في ذراعك تفحص وجهي إنه على ما يرام على ما يرام؟ يا إلهي ماذا حدث؟ يوريو ألا تتذكر؟ لا تظن أنني غبي بالتأكيد أتذكر لقد وقعت في أرض المستنقعات و... أظن أن من الأفضل أن لا نخبره نعم على أي حال دعوني أقدم تهانية للجميع فالجميع هنا قد اجتاز الامتحان الأولي بنجاح اسمعوا أرجو لكم حظاً طيباً في الامتحان التالي أنا في غاية السعادة فعلتها كيلوة الطريقة التي استخدمتها يا جون أظن أنني أنا أعلم تماماً كيف تصرفت تبات رائحة عطري يوريو؟ أجل عليّ الاعتراف بأنك مميز جداً أنت أنت أليس كذلك؟ في الحقيقة لا أدري اجتاز مائة وثمانية واربعون شخصاً المرحلة الأولى وهذا أكثر مما توقعت إنني أشعر بالأسس شديد لم أكن أعلم أن المسؤول عن المرحلة التالية هو فش وبوهار ربما يتقلص هذا الرقم يصبح خمسين وبحسب التقديرات يمكن أن ينخفض إلى أقل من عشرة في هذا الاختبار ترى هل يمكنني البقاء هنا لأرى كيف تسير الأمور؟ حان الوقت أشعر بتوتر شديد أجل فنحن لا نعلم ماذا ينتظرنا وما قد يعترضنا في المرحلة القادمة؟